ورح نبقى بعالم التغذية ومع تقدم الإنسان بالعمر بيصير الاهتمام بالنظام الغذائي حاجة وضرورة مهمة وخصوصاً إنه الإنسان لما بيكبر بالعمر بيصير بحاجة لعناصر غذائية مختلفة غير عن الأشخاص اللي بيكونوا مثلاً بسن أصغر بالعمر يعني اليوم إذا حداً من أهالينا عايش معنا أو مثلاً فيه شخص متزوج وقاعد عنده حداً من أهله وهو شخص متقدم بالعمر بيبلش يهتم أنه أنا والدي شو بيحتاج من عناصر غذائية وشو ممنوع عنه من عناصر كل هالتفاصيل رح نحكيها مع ناندلي ماجستير في علوم الإغذية وصارت معنا ضمن الستوديوية أهلا وسهلا عنان يسعد أولكم صبايا يعني اشتقنا بعد رمضان أهلا وسهلا عنان خلينا نحكي أكثر عن عناصر يلي فعلياً الإنسان بيبدأ يفقدها لما بيكبر بيئة العمر وبحاجة لتعويضها بالنظام الغذائي بداية نحكي عن تغذية صحية الدشية مهمة لكبار السن تغذية صحية عامل مهم وأساسي للمحافظة على الكتلة العضلية المحافظة على النشاط والحيوية للأشخاص نحن نحكي عن كبار السن يعني هنين عم يتجاوزوا عمر 65 سنة فالتغذية السليمة والصحية المتكاملة دول كتير كبير مثل ما حكينا بالمحافظة على بناء أجسامهم ومنع الأمراض المزمنة أو الإصابة فيها أو تطورها إذا نحن في عنا أمراض مثل السكري رفع الضغط والشحوم والكوليستور وأمراض القلب التغذية الصحية كمان وتغذية السليمة لكبار السن بتعلق فيها عدة عامل منها الحالة الصحية للشخص المسن من الحالة الاقتصادية والحالة الصحية والحالة الاجتماعية الموجود فيها يعني اليوم مو بس الأشخاص يلي هنين بعمر 65 سنة أو يعني ما فوق ممكن يعانوا من هاي الأشياء بديروح لفكرة اليوم السيدة يلي بتقترب من سن اليأس بتبلش تشكي من ألم بالمفاصل وبيقولوا لها أنتي صرتي بحاجة كليس بحاجة نوع من الفيتامينات المعينة وهذا يعني دليل كمان على التقدم بالعمر وصار فيه تغيرات هرمونية بالجسم فصار عندها نقص ببعض العناصر اليوم هذا النقص كيف بيكون ووين وشو بتحتاج لحتى ترممه هو عموما بعد عمر الأربعين وطبعا لأراء الطبية أنه هو المفروض سيدة أو الرجل بعد سنة الأربعين ياخدوا الكاليسيون بشكل يومي ياخدوا فيتامين دي ياخدوا فيتامين بي 12 وبي 6 ضروري كتير نحن وهي العناصر الغذائية هي اللي بفقدها حتى ونحن نحكي عن تغذية المسن بحد ذاته هاي العناصر الغذائية اللي هو بحاجة ياخدها كل يوم أكيد بالإضافة لفيتامين سي اللي نحن لازم كل يوم يتناولها اللي هي موجودة أصلا بالخضار والفواكي وفي حال مثل ما حكينا بالحلقات السابقة في حال ما كان عم ياخد الكميات المناسبة لعمروف هو أكيد نحن نستعيد عنها بالمتمم الغذائي اللي هو بالفوار تمام عناني ممكن هاي المشكلة بتكون هشاشة العظام في أمراض تانية للأسف يعني بتظهر مع التقدم بالعمر مثل الروماتزم ممكن آلام بالفقرات آلام بالظهر أو أي شيء لعلاقة بالعضلات هذا الموضوع كيف بيتجنبه الشخص المتقدم بالعمر رجوية العناصر اللي لازم موجودة بالغذاء تمام بالبداية نحن نحن نحكي عن موضوع متنا ذكرنا نحن آلام المفاصل آلام الركب آلام العمود الفقري كمان بدنا نرجع لموضوعنا بالتغذية هي موضوع السمنة هي اللي عم تأثر كمان بشكل كبير بالإضافة لنقص العناصر الغذائية ولهيك نحن أي شخص منشوفه موسن رايح لعند دكتور عظمية أول كلمة يقول لها السيدة لازم تنزلي وزنك أنت لازم تبلشي بنظام غذائي لتخفيف الوزن لأن أنت عم يزيد عن ذلك الوزن من الآلام وبالإضافة لنقص العناصر الأخرى فأكيد لازم نحن نحافظ عن نظام غذائي صحي ونحن نقول الكاليسيون فنحن نحن نحكي عن مجموعة الأجبان والألبان ونحن نحكي عن بي 12 ونحن نحكي عن لحوم الحمرة بي 6 ممكن بالخضار بالحبوب الكاملة وفيتامين دي للأسف إذا نحن ما عنا نطلع نتعرض للشمس فنحن نستعيد عنها بالمتميمات الغذائية وبالأسماك ما بدي ننسى كمان الأوميغا 3 كتير ضروري بالمراحل المتقدمة من العمور لأنا كمان فيني أخذها من الأسماك من الجوز من المكسرات النية كمان نحن بهذه المرحلة الحرجة بنخاف أننا ما عم ناخد الكميات المسموحة أو الضرورية بنرجع منقول فنحن بهذه المرحلة ضروري ندخل المتميمات الغذائية كنتي عم تحكي على فكرة الوزن اليوم يعني أنا ما بدي أعممه لكن كتير حالات منشوفه أنه هنا طول حياتهم بيكونوا نحاف يعني بس بلا شو يكبروا بالعمر بيصير عندهم بدانة غير مبررة يمكن أنه هنا ما بيكونوا عم يأكلوا هذا الأكل الشرح لحتى يوصلوا لهذا الوزن اليوم شو السبب بهذه البدانة عند كبار السن يعني منشوفه بكتير من الحالات المالة ما بدينا نعممه ولكن هي موجودة هذه نقطة نحكي عليها دائما حتى للصبايا الصغار والعمر يعني أنا بفترة العشرين غير فترة الثلاثين وثلاثين غير الأمر أنا كلما كبرت في العمر الحالة الاستقلابية والاستقلاب عندي عم يقل فأنا مثلا بعمري الثلاثين وتكنت أكل هاي الكميات وتكنت مثلا أكل رغيف خبزة على الفطور أنا صرت وتبدي أكله أنا بعمر الأربعين صار يزد لي وزني لأن أنا الاستقلاب عندي قل طبيعة الهرمونات الجسم كمان قلت انقطاع الطمس كمان بيأثر تمام بيخربة الهرمونات بالجسم وبالتالي بصير أنا حاشتي للطعام أقل لهيك بيقل حاشتي للسعرات الحرارية فهي الكميات اللي عم باكلها صارت تسميني معني أنا قبل عشر سنين أنه كنت أكل نفس الكميات نأكل وما كان يزيد وزني فهون أنا بدي أنتبه بدي أن تناول أنا ما عد فيني مرة مثل السنوات السابقة بدي أنا أنتبه أنه أنا هذا الطعام يعني هي السعرات الحرارية لازم أأخذها خير تكون مصادر غزائية مفيدة لجسمي أنا كمان هون بقى بنقول نحن أنه لازم أي نشاط رياضي لأنه نحن دائما خاصة المرأة بتكون مطنشح حالة أو مهم لي حالة بسنوات السابقة العشرين والثلاثين بحكم الإنجاب والأولاد تمام وطبا نصير بهذا العمر بتصير تقول يا ريت ويا حيف ويا ندو يعني أنا من أكثر الأصاص اللي أنا كمان بلاحظة الأشخاص اللي يكونوا بيتقدموا بيئة العمر بصير عندهم قلة تركيز الأشخاص بصيروا بخافوا من الزهايمر أو فقدان الذاكرة وهذا الأصاص يوم هذا الموضوع كيف يتجنبوا الأشخاص اللي عم يتقدموا بيئة العمر وكيفنا فعليا من هلأ نتجنب هذا الموضوع حتى ما ينصاب فيه بمرحلة متقديمة كيف يأغذية بتأثر على زاكرة كمان ما هيك؟ طبعا هذا الموضوع كمان بلعب في العمل الوراثي نحن حتى الأشخاص نشوفهم المسنين كتير عمر الـ 75 و 80 عم يسيبون زاهايمر في عندهم تاريخ وراسي بالعيلة لكن نحن دائما ونقول مثل ما ذكرنا الأوميغا 3 الموجودة بالجوز موجودة بالمكسرات النية موجودة بالأسماك هي بتساعد على التخفيف من موضوع الزهايمر كمان في عنا أصص فينا نحن نعملها القراءة أو أي ممكن نحن أعمال نعملها هي تشغل زاكرة تشغل الدماغ والمخفى هي دائما بيكون هو عم يشتغل يعني نحن دائما القراءة كتير موضوع فعال بهذا الموضوع لكن نحن نحكي عن كبار السن فنحن تجاوزنا هاي المرحلة علينا نحن بهذه المرحلة نحن نتدارك الوضع نعمل كنترول على الوضع ما يزيد أكتر الآن ممكن نلاحظ كمان بهذه المرحلة نحن نحن في عنا صعوبات حتى بتناول الطعام يعني كمان صعوبات نحن أنه هنا ما عم يتناولوا عم يأهملوا بعض الوجبات لهيك ضروري أنه أنا بهذه المرحلة من العمر بدي كبار السن تغذي بكبار السن نكون عندي خمس حصاص أو تناول خمس مجموعات من الغذاء هي خضار وفواكه حبوب كاملة بروتينات ودهون ما نأهمل أي نوع من هذول الأفضل في مشكلة بيكون أصلا هنا في عندنا تساقط بالأسنام ما في عندنا الأسنام يعني ممكن نوعية الأكل وشكل الأكل بيلعب دور بالتغذية هذا الموضوع كيف؟ نحن بهذه الحالة دائما ننصح إن كان لسا في قوة بدنية لسيدة تعمل أكلها بحالة أو لزوجها أو حتى إذا الأبناء اللعمية حضروا الطعام نحن دائما بهذه الحالة بنرعي هذا الموضوع يعني إحنا بدنا نطحن الأكل أو نعمل أكل مطبوخ جيد يعني كتير أقرب للمهروس نحن كمان في عندنا موضوع أنه هن بيعانوا من ارتفاع الضغط أغلب المسنين فنحن ننتبه لكميات الملح اللي عم تنضاف للأكل بدنا نخفف مخللات بدنا كمان موضوع الشوربات الجاهزة نخففها دائما نحاول نعمل هذه القصص بالبيت حتى نحن نتحكم بكمية الملح اللي عم ينضاف كمان مرقة الدجاج بدنا نخفف من التناول لأنه بتحوي على كميات عالية من السوديوم صراحة يعني أنا هذا التصرف أو هذا السلوك بيلفتني دائما أنه في أشخاص بشوف أنه هن كانوا يتناولوا مثلا الملح بطريقة عادية بس بلا شوي يتقدموا بالعمر صار عندهم حب لهذا الشيء ما بعرف بتحسي فيه شيء مرتبط داخليا هو كل شيء ممنوع مرغوب بيصير عند كل آيات نحن نحن بقى عمارة صغيرة كل شيء ممنوع مرغوب بيصير عنده رغبة فيه أكثر أو يمكن أن الإنسان لما يكبر بالعمر يمكن استطعامه للأكلات أو استطعامه للوجهات هذا الموضوع بقل لهيك نحن دائما منقول خلق الأكل يكون طعمه واضح بإضافة عصير الليمون بإضافة التوابل حتى نحن الحليمات الزوقية تمام حتى يرغب أنه فيه ناس تفقد الشهية بأعمار المتقدمة طيب أعنان اليوم بالنسبة كنا نحكي عن الأغذية اللازمة للكبار بالسن خلينا نروح للأغذية الممنوعة منعا باطن فيه أشياء ممكن نحن نسهى عنا ممكن نقدمها لأهلينا بالمقابل هي حتأثر وتعمل ضرر كتير كبير لألون بالبداية الحلبيات والسكريات المضافة والسكر الأبيض والسكر الأبيض أكيد يعني نحن آخر شيء بدك تراعي المجتمع العايشة فيه وتراعي البيت العايشة فيه أكيد مو مية بالمية رح يكون الامتناع لكن دائما حكينا ضبط وكنترول للموضوع يعني أنا مرة بالأسبوع زيادة كل فترة لفترة أنه أنا أجيب ممكن أكلت حلو بالبيت ممكن يعني مو ممنوع مية بالمية لكن أنا ما يكون عندي عادات يومية يعني أنا ما قوم أشرب الشاي أو أبي أو أمي تقوم أشرب الشاي دائما سكر الأبيض نحن في عنا بداءة الغذائية هلأ ممكن السكرين ممكن أفضل من السكرين يلي هلأ كتير آخر سكر ستيفيا يلي هو ما لأدرار لأنه هي نبتة طبيعية عم تعطي هاي الحلاوة فأنا لازم أمي بداءة الصحية لا والدي والدي اللي هنا صاروا هاي المرحلة ممكن نسا ما بيعرفوا هاي الإقصاص اللي هلأ نعطي يمكن من أكتر الحالات الموجودة بكي بارستن فاطمة يعني أنه نحسن دائما عندهم فقدان بأشياء هي أحيانا بدي أخلقهم من الأكل على الإدماء داء وعلى الإدماء هو بدي أخلقهم من كل شيء حتى من الحكي أحيانا فأنا هدنا موضوع كيفية أنه ممكن أنه يعالجوا الأشخاص المحيطين فيهم إذا ما كان عندهم قدر أنه هنا يطبخوا بأنفسهم كي بارستن هذا الموضوع كيفنا نتجنبه كيفنا نساعد بي هذا الموضوع لا بالبداية لازم نحن نكون عنا وجبات صغيرة بأسمة يعني ممكن بهاي المرحلة معتهو عنده هاي الشهية لهو يتناول صحن كبير من الغداء فنحنا أكيد نأسمعه على وجبتين حتى وجبة الفطور تتأسمعها وجبتين يعني بالنهاية يكون عدد الوجبات عندي من خمسة إلى ستة في حال كان ما فيها الشهية الكتير كبيرة فأنا لازم نمر بين الوجبات سناكات هاي سناكات تكون مثل ما منقول بالعادة شرب السعرات الحرارية يعني تكون كعصائر بس عصائر مغزية يعني ممكن عصائر فواكي طازجة ممكن تكون كوكتيلات موضوع حليب ممكن نكون نحنا نضايفين زبدة الفول السوداني حتى نحنا ناخد بروتينات وكاربوهيدرات من هاي العصائر كمان كتير ضروري نحنا نتناول البيض بهذه المرحلة كمان فيه شغلة قبل ما ننسى هنين بيعانوا من مشكلة الإمساك أغلب الأسف تمام كبار السنين بيعانوا مشكلة الإمساك سب أهمانهم للخضار أكثر من الفواكي ممكن الفواكي أغلب العالم بتحبها لكن الخضار دائما منسية يعني احنا حتى الأشخاص العاديين ما بيتذكروا الخضرة غير وتداريت أنا لازم أكو سلطة لأنني متبعها نظام غزائي دائما وجود حسس أن الخضار ضروري كتير لتجنب الإمساك وشرب المي بكميات وافرة لحتى هنا دائما هذا الجفاف اللي بيصير بجسمهم كمان نتلافع كنت عم تحكي عن العصائر اليوم في يعني العالم تنقسم قسمين بين أنه أنا باخد الفواكي بأليافة وشو هي بتحتوي من فيتامينات وكل شي فوائد فيها أو أني باخد بس السوائل اللي فيها اليوم إياهما الفائل المفيد أكثر يعني بين الفواكي كمصدر صريح أو كعصير بالنهاية لا كثمرة أكيد أفضل مشا ما نكون في تناقض بالكلام نحنا بس في عنا حالات خاصة مثل ما حكينا يعني عنا مثلا أشخاص اللي بيعانوا من نحافة نحافة وفقدان شهية فهنين ما فينا نقول له نحنا تناولوا ثلاث ثمارات من البردان مثلا ما في شهية عندهم كيفية نعصر له تمام ثلاث ثمارات قادر نحنا نعصرهم بكاسة ويشربهم فنحنا هيك منكون كهذه كاسة العصير كأنه بالمقابل أخذ ثلاث ثمارات ومن دون ألياف الألياف هي اللي عم تعطي الشعور بالشبع ففي حالات نحنا استثنائية منقول لهم لا العصير أفضل بيكون ومثل ما حكينا بالنسبة للمسنين اللي ما عندهم شهية فنحنا ممكن نعطيها أما للأشخاص الأصحاء اللي ساعتهم صغار بالعمر فأكيد نحنا تناول الثمرة بأليافة هي أفضل عنا بالنسبة للمشروبات اللي ممكن تكون موجودة على السفرة ولكن نحنا دائما بننصح وخصوصي اختصاصي التغذية بيقول لنا بعضو عن الكافيين بعضو عن السكر ولكن هذا الموضوع كيف ممكن يكون بالنسبة لكبار السن واللي عندهم فعليا إدمان على المشروبات مثل القهوة والشاي وكمان بيحبوا مشروبات اللي فيها موضوع الأعشاب الطبيعية الزهورات البابونج والموضوع نحنا كل شيء له أضرار له فوائد بس كل شيء زاد عن حده نقص موضوع الكافيين وموضوع المشروبات مثل القهوة والشاي هي مفيدة يعني هي عم تعطيني تنشيط للذاكرة تنشيط للقدرات الذهنية لكن بكميات مسموعة محدودة فنحن نقول الاعتدال لأنه نحن في مجموعة من كبار السن هنا ممكن تشوفهم يعتمدين كثيرا على الأهوة وعلى الدخان خاصة الرجال بالعمر أو موضوع دائما الدخان مرتبط مع الأهوة فبس نقول لنا نحن الاعتدال يعني كمان بهذا العمر أنت ما فيك تفرضي عليه في عنا حالة نفسية بتكون عند الشخص ما فيك تفرضي عليه تقول له لا هاي ممنوع وهاي مسموع لكن احنا بطريقة ما هلا موضوع مشروبات الساخنة أو مشروبات الأعشاب أكيد هي كتير مفيدة مثل القرفة خاصة إذا عنده ارتفاع بنسبة السكر بالدم لأن القرفة دائما بتعدل مستويات السكر بالدم خاصة بعد تناول وجبة ذسمة أو وجبة حلبيات في حال تواجدها بالبيت فأنا نتناول كاسة القرفة موضوع زنجبيل كمان مفيد بس لننتبه إذا فيه عندي أمراض أنا أعرف شو الأعشاب هل إلى تأثير سلبي على هاي أمراض ولا لا وبالنهاية شو ما تناولنا أو شو ما شربنا نحنا الاعتدال يعني دائما نقول نحنا إرفاة مفيدة وطممهار أنا ضل عم بشرب راح حرائي عم بشرب إرفاقنا كعسة بكفي من كل نوع من المشروبات ذكرتي موضوع النفسية اليوم كباري السن كتير عندهم تقلبات بالمزاج ويمكن الأغذية بتلعب دور بهذا الشيء شو ممكن نحنا نعطي كباري السن في البيت لحتى تكون نفسيتهم على القليلة مرتاحة ما يظلوا متوترين مثلا الشوكولات شبيرس قلو صغار السن وجميع السن نحنا موضوع الشوكولات دائما بنقول عليها هي كتير مفيدة بس موضوع داخلها سكر هون بقى هي الدارك تمام هي تكون أكثر من 70% دارك أو شوكولات داكنة هون بقى نحنا نأخذ لأنها تكون غنية بالمضادات الأكسادة وبهذا العمر أنا بحاجة لمضادات الأكسادة لحتى تحارب بالجزر الحرة موجودة بالجسم لكن نرجع منقول بكميات معتدرية يعني أنا كل يوم أطعى هالأد بحجم المكعب أو المربع يعني هي كافية لحتى تسد احتياجات الشخص وكمان تنشط الذاكرة عنده وتعطيه شعور بالسعادة حتى مشروبات مشروب الكاكو اللي نحنا دائما منقول حتى إذا كاس تحليب الصبح مع معلاء أد كاكو وفينا نضيف الشوفان طبعا فيه إضافات تانية إذا حب الشخص فهي كمان بتعدله مزاجه وبتعطيه هي الطاقة والمشاط وإن شاء الله يآمن بأنه أنت عم تعطي قطعة الشوكولات كرمال يعني شي مفيد ما يطلع فيك أنه هي نظرة نحن نوش هلأ يمكن في فاطمة من شوية كنت عم تقولي موضوع السمنة أو أن الأشخاص لما يكبروا بالعمر بيصير معهم سمنة ولكن أنا بشوف هذا الموضوع له علاقة بسوء التغذية يعني ممكن يكونوا عم يعانوا من نحافة زائدة وبنفس الوقت سمنة زائدة أنا كيفين يتجاوز دول مشكلتين وعطيهم نظام غذائي فعلا مثالي بين وجبة الفطور وحتى وجبة العشاء الآن كل حالة إلى خصوصية نحن فيها عنا سمنة فنحن لازم ننظم الوجبات الغذائية لازم نبتعد عن الدهون المهدرجة أهم شي سمن النباتي اللي كتير كتير نشوف هلأ مما بسأل أنا شو النوع الدهون اللي عم تطبخي فيه فتقال لي سمن النباتي فأول كلمة أول نصيحة أنا دائما بحكي أنه إليك ولكل أفراد العيلة مضر لكبار السن لمرضى الضغط لمرضى الغذة لمرضى السمنة السمن النباتي كتير مضر حتى نحن بحكي عن دهون مفيدة فالاعتدال فيها نحن نشوف دائما طبق السلطة نحن منبالغ بكمية زيت الزيتون نمسك الأنينة ومنكت زيت زيتون فكرة مضيبة لزيادة زيت أنا هيك بحس مدري في ناس في ناس إذا ما تشوف التابولة عم تلمع لمعلمة من زيت زيتون إذا ما تشوف صحن المسبحة أو اللبنة غرقام زيت الزيتون يعني ما تستطعم فنحن دائما نقول الاعتدال بهذه المرحلة حتى لو شيء مفيد لازم نحن نعتدل ووضوع مثل ما حكينا الخضار والفواكه لازم يكون عندي حصاص دائما الخضار والفواكه الموسمية يعني هلأ موسمة دائما نحن في عنا حكمة سبحان الله من وجود الخضار الموسمية أو الفواكه الموسمية يعني نحن دائما نشوف مثلا البردقان والكرمنتينة واليوسف الأفندي بالشتوية لأنني بحاجة لفيتامين سي لأنه في عندي أمراض الرشح والزكام وغيرها من الأمراض بالصيف لأنه شوب وجفاف يصير عندي فنحن نلاقي البطيخ نلاقي العنب نلاقي الفواكه اللي فيها بسببت مياه عالية فدائما الاعتماد أو تركيز على الفواكه والخضار الموسمية كمان نحكي على موضوع الحبوب الكاملة يعني أنا بهذه المرحلة المسن هو بحاجة الياف فبعد عن الخبز الأبيض بعد عن الخبز الأبيض بنوعين والموجود بالسوق اعتمد على الخبز الحبوب الكاملة إن كان شوفان إن كان شعير إن كان ذرة يعني أي نوع من الحبوب الكاملة وطبعا عدم الاعتماد على نوع واحد يعني أنا بشوف أيام في أشخاص بجميع المراحل العمرية طول النهار ما بيمروا نوع من البروتينات أنا ضروري المحافظة على الكتلة العضلية لأن الكتلة العضلية هي التي تعطيني النشاط والطاقة يعني نشوف كثير أشخاص ما ليحلقهم كثير عندي انخفاض بالطاقة إضافة إلى نقص عناصر غزائية في عندي انخفاض بالكتلة العضلية تعطون هي إلية النشاط والحيوية إمكان الأغلب عنده نظرة بأن البروتين هو لحم ولكن بالمقابل نحن فينا ناخد البروتين من مصادر النباتية اللي هي بقوليات يعني نحن نجمع عداء إيمان يعني نحن البروتينات إن كانت هي بالأجبان بالألبان باللحوم البيضة واللحوم الحمراء ومن هون بالشق الثاني البروتينات النباتية هي موجودة بالبقوليات فول عدس حموص بزاليا فول السويا في حال كان الشخص نباتي من النساء وما يتناول البروتينات الحيوانية فالبروتينات النباتية باجتماعة يعني أنا أنا يكون بالنهار الواحد عندي عم أخذ أكثر من نوع من البقوليات لحتى أجمع الأحماض الأمينية الموجودة بالبروتينات الحيوانية طيب عنان اليوم بالنسبة لكباري السن هل مسمح لهم مثل خلينا نقول يعني نحنا بيجي للشباب المأكولات المعلبة أو خلينا نقول الأغذية التي تكون مفرزة من سنة لسنة هاد الشي مسمح لهم أو لا مفروض أنهم نقلل منه بدنا نتبه لأي أغذية معلبة فهي محتوية على مواد حافظة وحتوية كمان نجوز على نحن نتناولها فهي تم غسيل المادة خاصة الفول المعلبة نحن في حال بدي تناوله نغسله منيح لما نتخلص هذه المواد حافظه اليوم يعني هيك بختام الحديث بدنا هيك نصائح والقواعد الذهبية لمضخص كل شي حكينا اليوم تمام نراعي مثل ما حكينا تقسيم وجبات المسنين لأربع لخمس وجبات ممكن لستة وجبات صغيرة نحن محافظة عشر بالمياه بشكل منيح تناول الخضر والألياف بشكل كتير منيح ومراعاة الحالة النفسية لشخص المسن موجود عنا بالبيت وكمان نراعي نحن هذا التقدم بالعمر يرافق أمرات لازم دائما نعمل مراجعات للدكاترة المختصة أكيد نتمنى الصحة والعافية للجميع وخصوصا كبار لأنه مثل ما حكينا دائما هنا مباركة البيت ووجودا الشيء الجميل بحياتنا شكرا كثير لوجودك مع عنان دلا ونورتنا لليوم شكرا لك عنان شكرا لوجودك ولكل المعلومات التي قدمت هنا شكرا لكم